ماذا بعد فشل مشاورات جنيف؟ المبعوث الأممي وهو يعود لنقطة الصفر قال إن الطرف الذي امتنع عن الحضور وفد ميليشي الحوثي كان لديه الرغبة للمشاركة في المشاورات لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب عراقيل وفشل في تلبية متطلباته هذا ما دفع الوفد الحكومي مثلا برئيسه خالد اليمني خلال مؤتمر صحفي إلى انتقاد تصريحات مارتيني غريفث وعدم إدانته وحزمه تجاه تعنت الميليشيا وأضاف بأنه ينتظر من الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزما في جلب الطرف الانقلابي إلى طاولة المشاورات محملا ميليشيا الحوثي بشكل واضح مسؤولية فشل عقاد المشاورات إذن انهارت جميع الطرق المؤدية للسلام في اليمن حينما أغلق باب الحوار بفشل مشاورات جنيف قبل انعقادها ويبدو أن استمرار الخيار العسكري هو خيار الحكومة القادم حيث تقدم الجيش الوطني ميدانيا باتجاه منطقة كيلو 16 الرابطة بين صنعاء والحديدة والتي تعتبر خطا امداد رئيسي لميليشيا الحوثي وبقطع الخط سيتم حصار الميليشيا من نقل مقاتلها إلى الحديدة وبالمقابل منع امداداتها بالاسلحة والعتاد العسكري من صنعاء إلى الحديدة مصادر ميدانية قالت إن قوات ألوية العمالقة أصبحت على بعد أمتار من مصنع نانا وسوامع البحر الأحمر وتمكنت من تسهيل خروج عدد كبير من الأسر التي تقع على خطوط النار في القورى المجاورة لكيلو 10 وكيلو 16 في محافظة الحديدة بعد هذا التقدم على الأرض في الحديدة واستمرار المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا في صعدة وحجة وعدد من الجبهات يأتي السؤال هل فشلت جهود الحل السياسي السلمي في اليمن ولم يتبقى أمام الحكومة الشرعية إلا حل وحيد يتمثل باستمرار العمليات العسكرية وصولا إلى استعادة الدولة